اعتاد العالم أن تسقط مشاهدك هذه من حسابات المعارك وها هو يشهد مجدداً في شتاء سقيعه قاس سيولاً من الفارين من الموت بنيران المواجهة الروسية الأوكرانية تقول الأمم المتحدة إن أعداد هؤلاء تجاوزت المليون الرقم صادم والصادم أكثر أنه تم إحصاؤه في غضون أسبوع لا أكثر أنا هنا مع أطفالي الثلاثة وزوجي ظل في أوكرانيا أنا هنا لأن هناك حرباً في مدينتي لقد هجمتها روسيا قررت مغادرة أوكرانيا لأنشقة تقع بالقرب من جامعة التكنولوجيا وهناك للأسف قتال في المكان الذي أقتنه مليون لاجئين خلال سبعة أيام ماذا عن القادم؟ تقف دول الجوار الأوكراني متأهبة أمام السؤال فالجغرافيا لا تعسم أي منها من مواجهة أفواج الفارين من الموت قصفاً في الداخل الأوكراني ودول الجوار الغربي تحديداً في قلب الاختبار المربك وفق آخر بيانات بولندا أقرب نقطة حدودية لأوكرانيا فإن نحو 580 ألف لاجئين أوكراني دخلوا أراضيها وعبر النقاط الحدودية الخمس بين أوكرانيا وهانغاريا نفذ نحو 120 ألف شخص من الفارين من إيران العملية الروسية نحو 80 أخرين وصلوا إلى مولدافيا بينما ضر أكثر من 60 ألف شخص عبر أقصر حدود لأوكرانيا إلى سلوفاكيا ورحلة سجادة الأوكرانيين لا تنتهي في الجوار فوفق تقديرات للأمم المتحدة نحو 70 ألف شخص نجحوا في الوصول إلى بلدان أوروبية أخرى مبكراً رمى الاتحاد الأوروبي بوعوده بعدم صد أبوابه في وجه أي لاجئ فار مما سمته رئيسة المفوضية الأوروبية قنابل بوتين والتعهدات هنا بشأن موجة لجوء يتوقع أن تصبح الأكبر في القارة في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية وذاك ما يتركه الأوروبيون جيداً